تحذيرات مهمة وكلام خطير للفلك اللبناني مايك فاغالي هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ده في البداية برحب كل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهيو النجوم ازايقوا عاملين ايه يارب تكونوا بخير كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم قبل ما نبدأ الحلقة احب افكركم انكم تشيركم في القناة لو اول مرة بتشوفونا ويريد تشيروا الفيديو ده عن اوسع نطاق علشان كل الناس تاخد حضرها ويلا نبتدي حلقتنا خرج الفلك اللبناني مايك فاغالي من كم ساعة عبر قناته على اليوتيوب بمجموعة من التوقعات بالفترة اللي جاية وبدأ الحلقة بالاعتذار عن التأخير وانه كان خارج البلاد وقال ما نصدقوش اي حاجة بتتقال عن صحته وصحته كويسة واتكلم عن احداث كتير حصلت الفترة اللي فاتت خلال فترة الغياب وكان اتكلم عنها والجديد اللي حصل وما تكلمش عنه هو اللي حصل في روسيا والهجوم الارهابي اللي خلق 137 شهيد ولنفذتها داعش والموضوع ده فقروا بالعملية اللي تبناها ابعث زمان باغتيال الشهيد رفيء الحقيق ومن خلال كلامه فهو شاكك في ان داعش هي اللي نفذت العملية وبيقول في غدون من 10 ل 15 يوم هنشوف ردة الفعل وهنعرف ساعتها ليه بعض الدول الاوروبية اعلنت الاستنفار الكبير وقال ان دول الاوروبية تابعة للنظام الاوروبي اعلنت تجنيد اجباري وخاصة اللاجئين المجنسين وقال ان ده دليل ان هم ليهم يد في اللي حصل في روسيا بس هو تكلم قبل كده ان بوقت من الاوقات هنشوف مناطق باوروبا مدن اشباح وقال ده هنشوفه بيحصل في عام 2024 هنشوف مدن اوروبية تبقى مدينة اشباح لكن هو ما قالش ايه هيكون السبب السبب هتكون حرب او بسبب داعش او بسبب ايه فيروس ما حدثش السبب هيكون ايه وقال مايك فغاري ان كل اللي بيقوله ان فيه خصوف للشمس مضبوط فيه خصوف للشمس وده بيحصل دايما دي مش اول مرة بتحصل بس هم بيقولهم ان تلات ايام هيكون فيه خصوف للشمس لكن هو اقصى حد لخصوف الشمس 8 دقايق وما يتبع ذلك فهو مفتعر مضبوط فيه خصوف للشمس وهيدا الشي بيصير دائما مش اول مرة بس اللي عم بيقولكم لا تلات ايام لا هي اقصاها 8 دقايق وما يتبع ذلك فهو مفتعر في الفترة اللي باتت او من الساعات اللي باتت انتشر خبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما فاده انه كالة الفضاء الدولية ناسا اعلنت ان العالم سيشهد ظلاما طيلة ثلاثة ايام متواصلة لكن ده بين فيه مايك فاغالي بقول انه ده لو حصل هيكون مفتعل وانهم بيحضروا لشيء مرعب او شيء خطيء بيقول يعني نهاية الارض لسه مش دلوقتي يعني مفيش نهاية للارض دلوقتي وان دي اخر الدنيا لأه ده مستحيح وفي ناس بتطلع تقول دي الصيحة الاخيرة وناس بتطلع تقول ده الزهور فبيقول لا زهور المهدي لسه بدري عليه اما عودة المسيح للارض فاليها وقتها لكن هو مش عارف بالصبت ايه الوقت وما حدش يعرف امتى الوقت يعني احنا ما نقدرش نعرف ايه اللي ممكن يحصل بكرة فما تخافوش من الحاجات دي دايما بتحصل الحاجات دي من بعدها يعني بتبدأ حاجات بتحصل غريبة فهم شكلهم بيحضروا لنا حاجة جديدة يعني ممكن يكون فيروس جديد بيتحضر نقشع في فيروس تغريد طلع وبيتمنى مننا كلنا ان احنا ما ناخدش اللقاح الجديد اللي هيزهر يعني في فيروس هيحصل وبعدين هيخترعنا اللقاح فهو بيحضر اوعه تاخدوا اللقاح فاكيد عم بيحضروا لنا الشيء واتمنى منكم ما حدا ياخد لقاح لأي فيروس جديد وقال ان احنا لازم نحرس على رضافتنا ونلبس الكمامات عادي مفيش مشكلة لكن مفيش مادة جديدة تدخل جسمنا حذاري ان احنا ندخل جسمنا اي مادة جديدة يعني هو تقريبا كده في فيروس جديد هيتسنع وهيخترعوله طبعا لقاح ايه زي لقاح كورونا ده فادي تاني مرة بيحضر فيها مايك فغالي ان احنا ما ناخدش اي لقاحات ومفيش اي مادة تدخل جسمنا وهو قال قبل كده ان هو بيحضر قبل ما يحصل الفيروس الجديد ويتبتدي بقى استعاملوا اللقاحات وهو مش هيقدر يتكلم وقتها وينبهنا ويقول لنا ما تاخدش اللقاح لان بيبقى فيه حذر للحاجات ديت وان احنا نتكلم فيها فهو بيحذر من دلوقتي ما تاخدوش اللقاحات حتى لو بدنا ننمنع من السفر كمانا ما ناخد ولا اي لقاح وتكلم مايك فغالي عن اللي بيحصل في فلسطين وفي غزة وبيقول ان كل ده تحضير لزبح البكرة الحمراء بجبل الزيتون وبيتمنى ان ده ما يحصلش لانه لو حصل تعتبر استهينا هما الناطق الرسمي باسم الولايات المتحدة بحيث ان الولايات المتحدة تتشرزم وبتكون الولاية الاساسية زيها زي واشنطن وبيقول ان الشيطان الاكبر هو اللي عايز يتحكم في ايماننا بربنا وده هيخلينا نكسر مسيحهم الدجال اللي تكلم عنه رئيس الولايات المتحدة وقال ان هو عنده اجتماع مع المسيح وبيسأله مايك فغالي اي مسيح يريد تحدد لنا انت لو كنت طاهر للدرجة دي وطالع على السماء تتكلم مع المسيح فاحنا بنقدر نقولك السلام لاسمك ولكن حاشا وكلا ان انت تكون كده مين هو المسيح اللي بتحضره بقالكم اكتر من عشرين سنة بتشتغلوا على الموضوع ده بقالكم اكتر من عشرين سنة ولو بنرجع بالارشيف سنة تلاتة وسبعين اتكلموا عن الفين اربعة وعشرين وقالوا ان الشمس هضغيب لمدة تلات ايام يعني ده حاجة متحضرة ومحضرين ليها وعارفين وقتها وعارفين كل حاجة عنها من زمان طيب تلات ايام الشمس هضغيب فيهم اللي بيأكد لي ان الشمس مش هينتيفي نورها ان احنا محتاجين الف سنة علشان ينتفي نور الشمس وتروح عننا الوقت اللي هينزل فيه المسيح لا منتظرني ولا منتظر غيري ولا منتظر يجتمع وياخد القرار من عندهم توفيأتي على سحابة وتسقط مدينة الآب على قرشريم القدس وترسع بالزبرجد يعني هو مش مستني اذن من حد ولا هيعطي خبر لحد اللي لازم نعرفه ان احنا نعرف ازاي نتوب لربنا ازاي نرجع لربنا محدش عارف ان هو ممكن ينام وهيزح تاني الصبح ولا لأ فمن هنا لازم نعمل النهاردة علشان اخرتنا لبكرة يعني افعالنا اليوم هي اللي هتقولنا احنا هنكون فين بكرة فما تصدقوش اللي بيتقال وخليكم على ايمانكم وقال مايك فغالي فيه اوبئة مفتعلة هتحصل وفيه اربع شخصيات مهمين جدا حول العالم فيه حدائر عليهم فيه اوبئة مفتعلة أربع شخصيات مهمين جدا حول العالم في حداد عليهم أربع شخصيات يعني أربع زعماء من المهمين اللي بيديهم القرار وبيديهم يقدروا يغيروا واقع معين وإحنا شايفين الفيروسات اللي بتنتشر تدريجيا في الدول العربية وشايفين اللعنة اللي حلت على بريطانيا بعد رحيل إليزابيس لما ثلاثة من أفراد العيلة بنفس الوقت ينسبوا بالسرطان اللي ينسبوا بالسرطان الجلد واللي بالمعدة والبلبرستاتا معنى كده لو أنا جمعت الكلام دي والأحداث دي كلها مع بعضها فهوصل لنتيجة إن كل اللي بيحصل مفابرة وعن فلسطين قال فلسطين هتنتسق إمتى وزاي؟ تمن؟ آه فيه تمن وفيه تمن غالي لأن احنا عندنا تصور قرشريم الكدس في صور عظيم وتسقط عليها عروس القاب يعني هم مش هيربحوا نهائيا يعني فلسطين هتنتصر هم عمرهم ما هيربحوا مش لو حرقوا بقرة لو حرقوا ثلاث بقرات وتور معاهم مش هيوصلوا النتيجة مش هيقدروا يوصلوا للحلم اللي هم مفكرينه حقيقة لأن التوراة الأساسية مش بين إيديهم بالفتح الإسلامي اتحرقت كل الكتب وجابوا الكبار عندهم كل واحد متذكر شيء كتبوا وماشوا عليه فما قدروش يعرفوا الحقيقة إيه وختم مايك وغير الحلقة بكلمة خطيرة وقال الأقصى في خطر ربنا يحمي الأقصى وبيت المقدس وفلسطين كل الدول العربية بكده نكون وسلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديو جديد ياريت تشيروا الفيديو الأكبر عدد من الناس علشان ياخدوا حذرهم ومحدش ياخد اللقاح اللي هينزل بعد الفيروس الجديد اللي احنا منتظرينه يحصل قريب كل سنة وانتوا طيبين جمهدا كريم